السلام عليكم معكم زميلكم عمر اللمع ان شاء الله اليوم حكون معكم بتكملة البارد الثاني من هاي المحاضرة هسا بالنسبة للبارد الثاني حيكون ان شاء الله اقصر من البارد الاول يعني هو يعتبر تكمل الموضوع بس انا حبيت اقسم لكم ياه في حال انه يعني انه خلص قسم الموضوع هيك احسن اوكي هسا بنحكي عن خصائص شوي للأكشين بوتنشي تمام تمام the refractory period هسا شي يعني refractory period re زي اعادة refractory period يعني هي زي الفترة اللي تسمى بفترة الجموح كيف يعني فترة الجموح بالعروب فترة الجموح انه هاي الفترة اللي ما حيصير فيها اكشين بوتنشيال جديد تمام طبعا الها نوعين هسا هنحكيهم كمان شوي هندقيق اكثر بكل واحد تمام هسا بدنا نعرف شغله لو نرجع لهون اوكي لهون خلينا عاوهون مش حكينا المكان اللي بصير فيه السيال العصبي هو الاكشين بوتنشيال هو الاكزين هلك صح وكيف اتجاه السيال الاكشين بوتنشيال هيكون along with الاكزين صح ولا لا هيكون مع اتجاه المحور زي هيك تيما ماشي بيكون هيك طيب هل بيكون في اتجاه واحد ولا اتجاهين اللي بيحكي اتجاهين فهو خطأ هو بيكون في اتجاه واحد طيب شو اللي بيخلي هاي السيال الاكشين بوتنشيال يمشي باتجاه واحد اللي هو في اذا شو وضيفته تمام طيب زي ما حكينا الاكشين بوتنشيال هو زي ما قلنا يعني يا اما بصير يا اما ما بصير وهيشوف شو هون اذا اكر اذا اكر فاذا وصل هيصير عندي شو هيصير عندي اكتيباشن للسيقنال اللي موجودة بالخلية فبالتالي حيتكون عندي الاكشين بوتنشيال بس اذا ما وصل للثريشوت ما حيتكون لا اكشين بوتنشيال كان اكر ليه لانه ما وصل للثريشوت تمام طيب هسا فيه شغال بيحكي ليها الفترة الجموح ما حكينا اهم وضيفي لها انها تمنع يعني مثلا هون دقيقة شوي انا حكيت لكم احكي لكم يا بالبارت الجاي صح مظبوط هيني بدي احكيها مش حكينا هون انه فانتقل الديبولاريزيشن اللي هون طيب هون شو الريبولاريزيشن هسا في مرحلة الريبولاريزيشن تمام هون هاي المرحلة منسميها الريفراكتوري بيريود من ضمن فيه من ضمن الريبولاريزيشن مرحلة منسميها الريفراكتوري بيريود طيب ليه هساسية العصبي اللي اكشو بتنشل ليش ما ينتشر هيك ليش ما ينتشر هيك وينتشر هيك حساب الوظة الطبيعي هو كيف حينتشر الوظة الطبيعي انه ينتشر هيك طيب ليش ما ينتشر بالجهة الثانية كمان لانه لانه هون في هاي المنطقة هيكون داخلي جوا الرفراكتوري بيريود هتكون بتمر بالرفراكتوري بيريود اللي هي هاي المرحلة ما هتصير فيها اكشي بوتنشيال جديد تمام فعشان هيك حكينا وظيفتها انها بتحافظ على الوان وي بروبوغيشن هسا ممكن يصير عندي اكشي بوتنشيال ولكن ما هيكون هذو الاكشي بوتنشيال الجديد طبعا مش بكل الرفراكتوري بيريود في النوع الثاني هسا هنحكيه كمان شوي تمام بس هون سيعم بعضي مقدمة انه الاكشي بوتنشيال الجديد ما هيكون زي الاصلي تمام هي but not have the stereotypical size and the shape يعني size والشيب size والشيب تبع الاكشي بوتنشيال الجديد ما هيكون زي هيك ما هيكون بهذا الشكل تمام هيكون له الشكل الثاني اوكي هسا حاليا مش بتطلبين فيه طيب البروبوغيشن قلنا شوي بنسمع كلمة البروبوغيشن ونمش عارفين معناها البروبوغيشن معناها الانتشار يعني كيف حينتشر الاكشي بوتنشيال اوكي فبالتالي الاكشي بوتنشيال كيف حكينا بمشي يعني من الاخر من الاخر مختصر الكلام انا عم ما حاول اقرأ لكم يعني عشان ما تحكو عمر انت بتشرح وما بتقرأ طيب لسا مش حكينا هون صار عندي الديبلوريزيشن اوكي الديبلوريزيشن اللي صار هون تمام حينتقل الى المنطقة اللي جنبه حينتقل هيك وهيك بس هون مثلا لو هون كان صار ما حيرجاي تصير ديبلوريزيشن لانه هتكون زي ما حكينا فبالتالي هيصير عندي شو حيتعمل ديبلوريزيشن هون فبالتالي هيصير زي هيك هاي تدخل في مرحة الريفراكتوري بيريود اللي هي ومن ضمنها هاي حتكون بعد شوية لو كمل الرسمة هيصير هون تمام فهو ماشي هيك فعليا ففكرة الانتشار انه فكرة انه حتنتقل من منطقة الى منطقة من منطقة الى منطقة هاي ديباريزاشن تمام في اش مهم انه هو هيكون نان ديكريمانتل شي يعني نان ديكريمانتل انه مش تدريجي يعني مش انه والله اذا بلش هون هيبلش خفيف وهون بيقوى وهون بيقوى او هون متلا ببلش قوي وهون بيضع هون بيضعف لا هيكون كليات بنفس المقدار اوكي هاي بالنسبة للأكشن بايضا شو اهم المعلومات هون انه اول المعلوم مهمة جدا انه اما بالنسبة للأكشن أول خاصية له انه هو بيكون هاي هاي اول خاصية all or none يعني اما بيصير اما ما بيصير اذا وصل لثريشود بيصير ما وصل لثريشود اللي هو سارب خمسة ومسين ما هيصير اوكي تمام في اشي ثاني مهم هو بيكون ماشي باتجاه واحد فقط زي ما حكينا هيكون في اتجاه واحد فقط شو سبب هالاشي ال refractory period اللي هتمنع هذالاشي تمنع انه يمشي بأكثر من اتجاه تمام طيب هسا بدنا نحكي على refractory period زي ما حكينا refractory period شو بظيفتها هي بتعمل ensure one way propagation of action potential نفس المعلومة حكيناها طيب شو هو refractory period هي ال period during which a new action potential cannot be occur او cannot be initiated تمام انه الaction potential الجديد ما حيصير تمام يعني ما حيصير في الوضع الطبيعي اذا شو هي refractory period هي مرحلة في هاي المرحلة ما حيصير عندي action potential جديد بالوضع الطبيعي ولكن تمام by normal event in a region that has just undergo an action potential بس refractory period لهم نوعين هسا هنحكيهم لهم absolute وال relative هسا هنحكيهم فاذا بشكل عام شو يعني relative شو يعني refractory period بالعربي فترة الجمعة يعني شو معناها معناها انه هي ال period اللي ما حيصير فيها action بتنشية الجديد اوكي تمام حكينا refractory period لها نوعين شو انواع refractory period absolute refractory period وال relative refractory period تمام طيب ال absolute refractory period هسا فيه شوالة مهمة تمام خلينا نشرح الرص مش شو رأيكم هسا مش حكينا هون هون مش حكينا انه حتسكر قنوات حتسكر القناة قنوات الصوديو من حساسة الفرق الجود حيث انه ال inactivation inactivation gate هتسكر وحكينا انه هاي inactivation gate ما رح تفتح ما مصار الا بعد مرور وقت زمني معين ف هون اذا انتبعت وحكيت لكم بالpart الاول انه لما توصل هون رح تفتح فبالتالي فعليا ال absolute refractory period هي ال period من هون الى هون هي الفترة الزمنية اللي لازمة لحتى يوصل هاذا المرحلة من هاي المرحلة الى هاي المرحلة يعني من انه يكون مسكر ال inactivation gate اللي بال ال voltage gate صوديوم channel لحتى يفتح بس يفتح ممكن يصير عندي اكشن بتنشي الجديد اما بما انه بعده مسكر فهذا ما نسميه absolute refractory period وصلت تعالوا نقرأ على السريع هيك فاذا تمام مش حكينا انه هون عند ال three shot بس يوصل عند السالب خمس خمسين تمام ما هي سالب خمس خمسين هون خمسين يعني تقريبا خمس خمسين اوكي لما يوصل ال three shot رح تفتح هاي القنوات عن طريق اذا بتذكره حكينا ال activation gate رح تفتح فبيدخل لجوة الصوديوم وبيصير عندي debolarization اما في حالة absolute refractory period هون شلو بيصير عندي انه هتسكر هاي القنوات وما رح تفتح الا بعد مرور الوقت معين ما ما حفزته اوكي طيب يعني هاي شوفو no matter how strong انه مهما كان المحفز الجديد قوي اللي هو triggering event مهما كان هذا triggering event strong ما رح تفتح هاي القنوات فبالتالي هاي المرحلة او هاي الperiod اللي واستغرق لحتى يفتح منسميها absolute refractory period تمام لانه في هاي المرحلة شو حكينا يعني في هاي المرحلة شو سمناها هاي سمناها closed but يعني able to open صح والله ليش able to open لانه الactivated الactivation gate ممكن انها تفتح بس هيجي فرق جود او بس هيجي لtriggering event صح والله اما هاي ما ممكن تفتح صح والله بس هي already هون فاتها اذا في حالة resting هاي مهمة والله ممكن نسألكوا عليها ممكن نسألكوا الدكاتر عليها انه الactivation gate هون شوف الactivation gate هون مسكرة بس ممكن تفتح طيب الactivation gate فاتحة يعني هي مسكرة حاليا يعني القناعة بشكل عام مسكرة حاليا ولكن ممكن تفتح اذا اجا triggering event يفتح الactivation gate تمام اما في هاي الحالة اللي هي في حالة هاي هاي open خلص open فاتحة طيب في هاي الحالة تقليل شوي اه اوكي شوي بالله تمام رحت في هاي الحالة اوكي طلعوا هون activation gate فاتحة ولكن الactivation gate مسكرة طيب شو بسمي يعني كيف ممكن اوصف قناة الصديم هون هي closed طيب هون كمان كانت بس هون كانت able to open صح ولا لا لانه activation gate ممكن تفتح بس لان activation gate هل ممكن تفتح ابدا فهون closed and not able to open اوكي تمام فهي الفكرة اللي بدي يحكي لك نفس الكلام اللي انا حكيته هون كلهاته موجود هون طيب على السريع من المنطقة المرحلة او الفترة الزمنية اللي بيستغرقها الغشال او خلني احكي هاي الفترة الزمنية اللي هي بتستغرق لحتى تفتح الان activation gate شو بنسميها absolute refractory period تمام طيب هل ممكن يساعد اكشن وتنشيل جديد بالabsolut refractory period ابدا خلاص اسمها absolute يعني مطلق خلاص مستحيل مهما حفزت مهما حفزت الغنوات الصودية منها تفتح ولا يمكن تفتح الا بعد فترة زمنية عشانك منسميها absolute refractory period اوكي because of absolute refractory period one action potential ها طلع هون بيحكي لك انه because of absolute refractory period one action potential must be over before another can be initiated at the same time يعني هل انا مثلا لو كان الخلية لو كانت مثلا هاي الخلية العصبية هاي النيورون في هاي المنحلة تمام وانا جبت مؤثر جديد وحفزته بقوة مثلا الف اولاش تهويل هالدرجة حفزته مثلا ب واحد فولت بناشى انه هو الكثير واحد فولت طبعا نحن نحن تقاسوهم بالمليفولت فانته نوعا ما كبير شوي حتى لو كان كبير شوي ما حتتأثر ليه لانه مستحيل قنوات الصوديوم تفتح شوف كيف مسكري خلص الاكتيفاشن قيت مسكري طب بالتالي ولا ممكن تفتح اوكي تمام اوكي تمام بالنسبة الريليتيف ريفلاكتوري الريليتيف ريفلاكتوري اوكي هسا نيجعل absolute refractory period اذا بتذكروا هناك شو كانت كانت هاي المرحلة مهما اثرت عليها ب new triggering event مستحيل انه يصير عندي action potential ثاني صح بس بال relative refractory period تمام في هاي المرحلة ممكن يصير عندي انا action potential جديد second action potential ولكن لازم الترغير event الجديد يكون stronger than usual يعني ما يجيني واحد طبيعي triggering event طبيعي نفس اللي كان already ويجي يحكي لي يلا انا بدي اعمل second action potential هادا الاشي ما حيصير طيب شو الاسباب اللي ممكن تعمل لي relative refractory period في سببين اول سبب ال inactivation of some voltage gated sodium channel ثاني سبب the voltage gated sodium potassium channel that open at the peak of the action شو مالها are slow to close هسا هذول مهمة اول اشي انه بدنا نعرف شغلة انه اوكي هسا مش at the peak of the يعني peak هون تمام مش حكينا هتسكر قنوات sodium بس في شغلة مهمة انه مش كل قنوات الصوديوم هتسكر not all channel rest at once after action potential يعني مش كلياتهم هيرتاح وخلاص تمام في منهم هيضل شغال عشان هيك اذا اجا محفز قوي اجا triggering event strong هيرجاع يعمل second action potential عشان هيك هي يزبط relative refractory period تمام هي اول شغلة الثاني شغلة انه هاي البوتاسيوم channel تمام هاي البوتاسيوم channel اللي هي حتطلع البوتاسيوم لبرة تمام حتظلها شغالة يعني هي بطيئة slow to close slow to close كيف يعني يعني هسا هاي على سبيل المثال هيك تمام هاي البوتاسيوم channel حتصير تطلع لبرة هسا ولكن في شغلة مهمة انه هي حتى تسكر هاي القناة هاي دقيها شوي حتى تسكر هاي القناة هي بتحتاج وقت طويل عشان هي slow تمام فبالتالي اذا صار عندي محفز جديد فتح قنوات بس لازم يكون قوي صح ولا لا تمام اذا اجاني محفز جديد قوي وقدر يفتح يشتغل على اللي هو قنوات السوديوم قدر يسمح بدخول السوديوم تمام بس في شرط انه دخول السوديوم لازم يكون اكثر من خروج البوتاسيوم لانه زي ما حكينا هاي يعني خلينا تمام 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 شوي شوي عجقتكم عارف طلعوهم هسا مش بها المرحلة هتكون في هاي المنطقة كلها هتكون قنوات السوديوم بسكنة قنوات البوتاسيوم فاتحة صح ولا لا زي ما حكينا هايكون هون عندي قنوات السوديوم سكني وقنوات البوتاسيوم فاتحة هسا قنوات البوتاسيوم رح تطول حتى تسكر شايفين هون طلعوا كيف قنوات البوتاسيوم رح تطول حتى تسكر فبالتالي من بعدها يعني هون من هون لهون اللي كانت مرحلة الريفراكتوري بيريود تمام هسا بعد هيك بعد هيك اوكي حتى يعني الرسمة اظن يعني حسب ما بتذكر انه هتكون لهون تقريبا لقبل شوي مش مشكلة هسا اللي بهمني خلينا نفترض انه هون هون رح تبلش تفتح فبالتالي لاحظوا هون انه قنوات البوتاسيوم ما سكرت طيب ليش لانه قنوات البوتاسيوم رح تضلها فاتحة اذا بتذكر واخدناها قنوات البوتاسيوم رح تضلها فاتحة فبالتالي رح تطلع البوتاسيوم لبرة اكثر لمدة زمنية اطول فبالتالي هيصير عندي نيقاتي في جوه اكثر صح ولا لا طيب فبما انه قنوات البوتاسيوم بتطول حتى تسكر يعني حتظلها تطلع لبرة عشانيك اذا بدي يصير عندي لازم يجيني قوي ينافس خروج البوتاسيوم لبرة يعني دخل صوديوم كثير بحيث انه ينافس خروج البوتاسيوم تمام؟ هاي فكرة انها بطيئة فبالتالي هتظلها تطلع وعشانك انت لازم تنافسه تدخل لجوه صوديوم اكثر تمام؟ اوكي هون بحكي لك نفس المبدأ اللي الناساتين بنشاه فيها تمام؟ اوكي ايوه اخر موضوع عنا هسه هون اللي هو شو العوامل اللي بتؤثر على الكوندكتينج فيلاسيتي اللي هيش يعني سرعة التوصيل تمام؟ فيلاسيتي معناها سرعة كوندكشن او كوندكتي خلاص كوندكشن فيلاسيتي سرعة التوصيل كوندكشن معناها توصيل اوكي تمام؟ هسه يعني بشكل عام اللي متذكر من ايام اللي دارة السوجية بالاردن ممكن متذكر هاي الشغالة هسه الفلاسيتي شوفوا خلينا نرسم هون طلعوا كيف الفلاسيتي تعيد الكوندكتينج طبعا الاكشن بوتنشيل تعتمد على شغلتين تمام؟ اول شغلة اللي هي الدياميتر طبعا الاكسن دياميتر عفوا عن الخط بس ما الشغل إياها الدياميتر ثاني اشي اللي هي المايلان شيث تمام؟ اللي متذكرها اللي هي بالعربي كانت غمد مليني وهاي اللي هي نصب قطر محور هاي من ايام العربي من ايام التوجية مش مشكلة انا لحسا بعدين مذكرين اوكي فإذا الدياميتر هيا الانكريز النيرف دياميتر والشغلة الثانية اللي هي المايلاني ناشن اللي هي نفس المايلان شيث اللي هي غمد مليني اوكي اول اشي بدنا نعرفه انه زيادة الدياميتر اوكي زيادة الدياميتر تعني شو؟ تعني زيادة في الممبرين ريزيستانس هاي طلعوا كيف سن الانتعي طلعوا increase the size of nerve fiber فبالتالي بيأدي الى increase conduction velocity ليش؟ لانه كل مكان حجم الفيبر اكبر هيكون اقل internal resistance تمام؟ يعني هلين نرسموها من الاخر اللي بدنا نستفيد منه الشغلة كلما زاد عندي دياميتر يعني مثلا 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 ممكن جيب لك سؤال عندك هاي بقطر او بنصف قطر خمسة سنتيمتر تمام؟ وعندك هاي بيأنا مشكلة بغطي ارقام كبيرة شوية مش مشكلة وهاي بغطيك مثلا واحد سنتيمتر مين هيكون في الكون conduction velocity اعلى هاذ ولا هاذ بتحكي لي اكيد هاذا الـ velocity تاعتو اسرع من هاذا الـ velocity تمام؟ اللي هي الـ velocity يعني هاي طبعا انا ما اخذ cross section منه هو عبارة عن هيك هنفترض هو هيك زي الاسطوان يعني تمام؟ هاي اسطوان مثلا هيك وهاي الاسطوان الصغيرة هيك تمام؟ اللي هو هاذا الـ fiber تبعا نير تمام؟ مين هيكون هون الـ velocity اعلى؟ هاذا هتكون فيه الـ velocity اعلى من هاذ تمام؟ اوكي ليش؟ لانه كلما زاد عندي الـ size of كلما زاد عندي diameter هيزيد عندي conduction velocity اوكي؟ طيب هسا شو الفكرة؟ انه كلما كان النيرف هاي شوفوا كلما كان هاي الفايبر اكبر هيقل ايش؟ الـ تمام؟ المقاومة الموجود جوا راح يتقل اوكي؟ تمام نفس المبدأ increasing nerve هاي شوفوا شوية بالله اوكي increasing the nerve fiber size is certainly an important mechanism of increasing conducting velocity كله بعيد نفس النقطة كلما زادت من الاخر بالعربي كلما زاد او بالاشر عربي increasing the size of nerve fiber بيأدي الى increasing the conduction velocity فبالتال لو جاب لي سوء ممكن يجيب لي سوء زي هيك مين اعلى velocity هون؟ هاد ولا هاد؟ لا تأكيد ليش؟ لانه diameter تمام؟ اوكي هسا العامل الثاني اللي بأثر على conduction velocity اللي هو مين؟ المايلنation اللي هو غير متمليني اللي هو مايلنشيث هو عبارة عن شو؟ libit insulator تمام هسا اللي مذكر شغله اوكي اللي مذكر كان رسمه هيك صح؟ انه حيصير نقل وثبي حينطقت زي هيك فبكون اسرع فإذا من الآخر من الآخر من الآخر اللي بيكون عنده مايلنشيث مايلنشيث نسولي الكلام مش مشكلة خط أبو الشريم مشوها اللي بيكون عنده مايلنشيث بيكون شو مانو؟ اسرع بيكون فبالتالي بيكون عندي مور conduction velocity تمام؟ مور conduction velocity خلنقر طب شو هو عبارة شو هو المايلن؟ المايلن هو عبارة عن lipid insulator of nervous axon فبالتالي وين موجود المايلن؟ المايلن بيكون موجود على الأكسن تبع الأكسن تبع النيورون نطلح هون أيها طبعا هيمر معنا بالتفصيل محارج جاية النيورون أوكي هذا هو الأكسن شايفين كيف؟ هيا شو خنا أمسح كل هالخربشات تمام هذا هو الأكسن اللي هو المحور فالمحور بيكون عليه المايلن شيث هاي المايلن شيث ها نرجع هاي المايلن شيث هي عبارة عن شو؟ lipid insulator هي عازل بتكون من lipid أوكي؟ شو بضيفته؟ بيزيد عندي الممبرين resistance فبالتالي بيقلل الممبرين كابا سيتانس تمام؟ بيقلل عندي شو؟ الممبرين كابا سيتانس فبالتالي بيؤدي إلى increase بيؤدي إلى increase الممبرين resistance for recurrent to flow هاي يا عمر مش فامين ولا حرف أوكي شوفوا عني تعال نكتبه هسا هاي خلني أعمل هيك زي المقارنة البسيطة طلعوا كيف؟ بيش أقول أصف لكم كلام على الفاضي طلعوا كيف هاي فيه مائلنشيث وهي ما فيها مائلنشيث أوكي هسا اللي فيها ها نجيل رسمها كمان تحت لأي منكم ها أوكي هسا اللي فيها مائلنشيث شايفين كيف؟ اللي فيها مائلنشيث أولا بتكون الvelocity تعييتها شو ما أسرع الvelocity أسرع السرعة تعييتها يعني هي أعلى فبالتالي بتكون أسرع جميل طيب ليش أسرع؟ طيب أو بلاش ليش أسرع؟ خلينا نجيها واحدة هسا الفلوسيتي شو ما لا فيها أسرع يعني الفلوسيتي أعلى تمام فهون ما في مائلنشيث الفلوسيتي شو ما لا قليل تمام هاي أول شغلي ثاني شغلي طلعوا كيف هون increase من resistance فالresistance فبالتالي بيكون عنده أعلى membrane resistance membrane resistance جميل؟ جميل فأيذن ليش أعلى membrane resistance؟ لأنه الليبد الليبد هاي الانزوليتر ما أصلا اسمها المايلنشو هي المايلن هي عبر عن الليبد انزوليتر زي ما حكينا صح ولا لا؟ فهو عازل هو عبر عن متكون الليبد وبيعزل بيعزل شو؟ بيعزل خروج الشحنات لبرة يعني بيعزل خلاص بيعزل يعني ما بيصير في عندي هون depolarization فبالتالي depolarization جاء هيكون هون والdepolarization جاء هيكون هون وصلت فهو عبارة عن limit انزوليتر تمام؟ أوكي فإذن membrane resistance هتكون أعلى تمام؟ هاي أول شغلي ثاني شي حيقل عندي membrane capacitance تمام؟ طيب فدقيها شووي خلننزل عشان نعرف نكتب منيح أوكي فإذن بيكون عنده مائلين بيكون أعلى velocity وأعلى membrane resistance ولكنه أقل إيش؟ membrane أقل membrane capacitance جميل؟ جميل وكمان نفس الإشي فبالتالي increase membrane resistance بيجبر بيجبر الكيرون تف عفون شو ها أوكي آآ تمام آآ أوكي مش حكيانا أنا عندي membrane resistance هتكون أعلى هيطلع هون مش حكيانا عندي membrane resistance بما أنه membrane resistance هتكون أعلى حيجبرها أنها تروح لوين للمنطقة الأبعد شوي بحيث أنه شير عندي هون deebalarization نفسنا بدأ هون عندي membrane resistance فحيجبرها أنها تروح للمنطقة الأبعد شوي عشان هيك بتكون أسرع وصلت تمام فشوي خلنا قرأ هيك عسري إذا في إيش مهم آآ نفس الكلام اللي حكيته آآ هاي مختصر الكلام إنه آآ لما يكون عندي myelin myelin هيزيد عندي membrane resistance هيقل عندي membrane capacitance فبالتالي بيؤدي إلى زيادة الconducting conduction velocity تمام فإذن أهم إيشي عن جد بدي تعرفوه إنه هاي هاي عن جد هاي بدي أحفظ بصم اللي بيكون عنده myelin sheath بيكون ال velocity أعلى membrane resistance عنده أعلى وأقل membrane capacitance جدا وارد يجيب عليه أسئلة وطبعا العكس صحيح اللي ما عنده myelin sheath بدي يكون أقل velocity وأقل membrane resistance وأعلى membrane capacitance وهو منتطلع هذا الإشي تمام هاي كل هاي الصور بتحكي عن نفس هذا الموضوع بس في عندي ملاحظة بسيطة أنتبهت إلا أنا وأنا عم أشوف الصور هاي هسا خلني خلني طلع هون اللي بيكون عنده myelin sheath بيكون عنده higher membrane resistance فبالتالي إنها تخرج هاي الشحنات الموجي بالموجودة هون تخرج برة ما رح تخرج طيب بما أنه ما حتخرج شو حتعمل حتروح تنتقل إلى المكان اللي بعد myelin sheath بحيث إنه تعمل conduction هناك بحيث إنه تعمل مش كنت يعني بحيث إنه تعمل depolarization فبالتالي لأنه أنا عندي هون higher membrane resistance هيكون عندي more cation available to develop other part of membrane فبالتالي شو حتعمل عفوا شو develop depolarize other part of membrane فنفس المبدأ اللي أنا حكيته هيدخل مثلا من هون يصير عن depolarization هون هل حيصير عن depolarization بالمكان اللي فيه myelin sheath لا ليش لأنه myelin sheath عبارة عن lipid insulator حيزيد عندي membrane resistance فبالتالي ما حيصير عندي depolarization طيب شو اللي حيصير حيكون موجود عندي هور كاتايون كثير حتروح تنتقل هذا الكاتايون لأوين للمكان اللي بعد myelin sheath بحيث إنه يصير عندي depolarization هنا وبهيك إن شاء الله بيكون خلصنا المحاضرة الحمد لله وأي حدا عنده سؤال بأي إشي عن المحاضرة يرجعنا وبإذن الله ما حدا حيقى استرموهم ويعطيكم ألف عافية